طه كلمني عن حفل الختام يعني كان فيه حفلة كبيرة فيها مطربين من كل أنحاء العالم من العالم العربي واجز غنى فيه ما بين الشوطين للجماهير يعني كلمني على الاحتفال النهائي والفايروركس بقى اللي قفلت كل هذه الاحتفالية الكبرى يعني هو الاحتفالية اليوم كانت بالتأكيد تجميع لكل المغنيين اللي عملوا الأغاني أو اللي هم نفذوا الأغاني الخاصة أو الأغاني الرسمية لكأس العالم اتجمعوا النهاردة كلهم مغنوا بالإضافة إلى بعض المطربين الآخرين اللي اتجمعوا كمان معهم في حالة أنهم يعني نقل جميع اللغات وجميع الطرق أو الأغنيات للعالم كله من خلال هذا الحفل الرائع جدا حتى طريقة الفايروركس اللي اتعملت كمان كانت رائعة جدا حتى فيما بعد النهائي أو بعد تسليم الكأس وده كمان امتداد لحفل الافتتاح كان كمان رائع في بداية المنديال حتى تكون القصة من البداية إلى النهاية قصة رائعة استمتع بها كل عشاء كرة القدم في الجانب الآخر برضو عشان ما ننساش الحديث عن المنتخب الفرنسي جمهور الفرنسي لازل يعني حزين وغاضب لكن ربما كانت البوادر واضحة من المؤتمر الصحفي بالأمس ديشامب لم يكن نديه السقة الكاملة الحديث نفسه الطريقة التي كان يتحدث بها الإعلام مع ديشامب الأمور التي كانت خاصة بكريم بنزيمة والهجوم بعض الصحفيين حتى تكلمت معهم بشكل شخصي قالوا أنه ربما لو خسر فرنسا في هذا النهائي ستنفجر كواليس كثيرة خاصة بالمنتخب الفرنسي سنرى ماذا سيحدث حتى الصحف الفرنسي لم تنتظر عنوين الآن ظهرت بشكل سريع إنبابي لوحده لا يكفي وصفوا حتى المنتخب أنه فيه نواقص كثيرة جدا وربما الأيام القادمة ستظهر أشياء كثيرة جدا تخص المنتخب الفرنسي ربما ديشامب لم يكمل مهمته من اليوم شكرا زمننا محمد طام ورئيسر On Time Sports